بكل معاني الفخر والاعتزاز يحتفل الأردنيون هذه الأيام بميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثامن والخمسين حيث يواصلوا أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالته عاقدين العزمة على أن يبقى الأردن أنموذجاً للإنجاز والأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك تفاصيل أوفى حول هذه المناسبة الوطنية الغالية في التقرير التالي تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد الثامن والخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حيث ينضي الأردن بقيادة جلالته قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء والإنجاز وعند مولد جلالته في الثلاثين من شهر كانون الثاني من عام الف وتسعمائة واثنين وستين خاطب المغفور له الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني قائلاً ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاءكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص بهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام وكان قد نودي بجلالة الملك عبدالله الثاني ملكاً للأردن بعد وفاة والده في السابع من شهر شباط عام 1999 ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة ومضى الأردن بقيادة جلالته نحو إصلاحات شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في العالم ترتكز على ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء مبادئ السلام في المنطقة والعالم وتحقيق العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وتقديراً لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب لتعزيز حوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم فقد نال جلالته العام الماضي جائزة مصباح السلام للعام 2019 التي منحتها له الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرانسيس الأسيزي في إيطاليا وهي جائزة تمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام حيث أكد جلالته خلال حفل التسليم في الأردنت، عدونا وكتب 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 وعيد جودانانسيس ومسلمين وعادوا للمشايق العبارات بالنسبة للمشاهدة للعبارات عن عنوض الواجهاتي وكتب 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 ورحبنا وأنا يجب أن تكون هناك قائل على أميرة والعابر. وفي كل من أمور أمور الفيديا المجلسية للإئبان من نفسك. وأنا الفيديو، هميلي البرناس في النفسية مرتفعة اليوم. إذا كان ذلك، فقط أمور امشان بحرش كريمة. الجنون المعنونية لتعليم المعنونية وفهم محمولات الادس المرجل نضمع السلطة فمم بلها ، وفهم تتلقى مما انا وعلم تتلقى الوحيدة لتفصلة إلى المعنونة وممتح أن تكون مهمة لجلسة التفاعل تشعر الممكة تتلقى الوحيدة تلقى الهوامر ويبذل جلالته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيدا واضحا على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة ومن هنا يقف الأردنيون جميعا كما هم على الدوام متمسكين بمبادئهم التاريخية النبيلة حاملين رسالة السلام ومجددين العهد والوفاء للقيادة الهاشمية الحكيمة مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته أصبح أنموذجا يحتذى به لما يمثله من الوسطية والاعتدال والاتزان حتى غدا محطة أعجاب وتقدير كل دول وشعوب العالم وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلة بمديراتهم الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأسمى معاني التهنئة لجلالته نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حاميا لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة دعينا العلي القدير أن يحفظه وأن يبقى بلدنا واحة أمن وأمان وأن يرعى حكومتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية ودائما معونتنا من عندك يا رب آمين